اشتركوا في القناة رموز عندي كتير اوه النهاردة في الاحماض في القواعد في القلويات قواعد قلويات هل في فرق او هنبدأ على طول كده في اسئلتنا ايوا في فرق كبير جدا ما بين الاتنين قواعد تعتبر قلويات والقلويات قواعد بس كل القلويات تعتبر قواعد وليس العكس طب نفهم عشان مش فاهمين ايه القواعد دي قواعد مركبات كميائية هزي المواد بعضها بيدوب في المياه اول ما تدوب في المياه تسمى قلويات مدابلش في المياه خلي اسمها قواعد زي ما هي يعني مثلا مركب زي كاربونات السوديو مادة هدوب في المياه ودي لها تأثير قلوي تأثير ايه قلوي مادة زي اكسيد السوديوم ان ايه تو او دوبها في المياه يكون هيدروكسيد سوديوم كي تو او اكسيد بوتاسيا يدوب في المياه يكون هيدروكسيد بوتاسيا طب انا بدأت بايه بمعادلات نبدأ معادلات نبدأ معادلات الجميلة يلا بينا يلا نشتغل سوا بقولك اكسيد سوديوم هات اكسيد سوديوم رمزه ايه اين ايه تو او اكسيد السوديوم هذا المركب عبارة عن اكسيد فلز يعني يعتبر قلوي او قاعدة دوبه في المياه داب في المياه ايه هيدوب في المياه مع ايتش تو او هيكون معاك ايه اين ايه او ايتش مين ايه و ايتش ده هيدروكسيد سوديوم هيدروكسيد ايه سوديوم كفاعد لأ دوبت اوكسيد السوديوم في المياه كونا هيدروكسيد سوديوم قبل ما كمل كلامي اوزين المعادلة اللي قدامي ايه ايتو يبقى هنا فيه اتنين حط اتنين تحت لأ يا اساس نحنا الوزن خلاص بدأنا انثبوته شوية معاك ماينفعش اوزن تحت لما اوزن اوزن في اوزن برا فيhen برا دي برا المراكب هنا اضرب ده في اتنين كويس قوي ضربت ده في اتنين يبقى المركب كله ضربته في اتنين سوديوم اتنين اكسوجين O و O اتنين مقادي اتنين O هيدروجين اتنين اتنين هيدروجين طب اسمه ايه المركب ده اسمه هيدروكسيد سوديوم لاسمي تاني طبعا احنا حفظنا مع بعض الحاجات دي ده اسمه سودا كوية سودا كوية ده في ايه غير سودا كوية في حاجات كتير هنقولها سودا كوية سودا غسيل سودا ايه خبيز التلاتة مهم انا فعلت ودوبت اكسيد السوديوم مع المية كون هيدروكسيد سوديوم طب تابع معاي خد K 2 O اكسيد بوتاسيوم فعله مع المية دوبه في المية كونه الكواتش الكوتش بتاعنا الجميل ده طلعه على اتنين كواتش على طول وزنت هيدروكسيد بوتاسيوم بوتاسا كوية هيدروكسيد بوتاسيوم ده اسمه هيدروكسيد سوديوم N O H يبقى هنا دي في الزات اكسيد في الزات دابت في المية كونت قلويات يبقى المركبات دي كانت ايه قلوية قابلة للزوابان فين في المية طب ايه رأيك لو خدت اكسيد الحديد خد اكسيد الحديد F E O اكسيد حديد صنع دوبه في مية هيدوب حديد لا مش هيدوب انا هاخد F E O ده مين ده اكسيد حديد صنع هدوبه في مية لا مش هيدوب يا أستاذ طب فعله مع الحمض افعله مع H C L هيكون ايه هيكون عندي F E C L 2 زائد H 2 O الله حلو قودة ده هيأكد لي ان ده يعتبر ايه جماعة ده يعتبر قلوي قلوي لا قعدة قلوي ولا قعدة ارسل على حاجة يا أستاذ ده يعتبر ايه اكسيد قاعدي اكسيد قاعدي ليه لانه ما تابش في المية لكن اتفاعل مع الحمض كون ملح ومية عمل لتفاعل تعادل بس المعادلة دي مظبوطة كده خلي بالك دي مش مظبوط ده احنا لازم نظبطها ونظبط كتاب المدرسة عندك في صفحة 61 وبزود هنا 2 لان هي هنا تزيبت معانا حديد حديد O 1 O 1 2 H 2 H 2 C L 2 C L يبقى انا حطيت 2 عشان اوزنها ودي نقصة عندك في كتاب المدرسة وبكملها في صفحة كام صفحة 61 في الكتاب المعادلة دي موجودة معاك كمل لتنين هنا اوزن المعادلة عشان تبقى مظبوطة معاك يبقى انا خدت اكسيد قاعدي مع H C L هذا الاكسيد اللي هو عبارة عن اكسيد ايه اكسيد حديدوز اكسيد حديد سنائي طيب احنا بدأنا على طول كده معادلات انا بتكلم النهاردة على ايه بتابع معاك بكمل معاك درس الاحماض والقواعد اللي بدأنا قبل كده طيب الاحماض الاحماض عرفنا تفسير عالم اسمه ارهنيوس عرفنا تفسير عالم تاني اسمه برونشتاد ولوري عالم تالت اسمه لويس هفتكرهم معاك عشان اكمل الدرس ارهنيوس كان بيقول لي ايه ايه هو حمض ارهنيوس هو المادة التي تزوب في الماء اللي هو الحمض مادة تزوب في الماء تزوب في الماء عادة تاني تزوب في الماء بتقول عليها ليه لان دي اللي سببت مشاكل ليه بعد كده وشفنا تبسير تاني هي مادة بتضوب في المية وينطلق منها ايون الهايدروجين الموجب طب القلوة حسب ارهانيوس هو مادة تضوب في المية وينطلق منها ايون الهايدروكسيد السل طيب برونشتاد ولوري فصاروا الكلام ده ازاي قالوا حمد لوري ايه هو حمد لوري عبارة عن ايه مادة تتفكك ما جابش سلة مية وينطلق منها الاتش الموجب البروتون ينطلق منها ايون الهايدروجين الموجب طيب ده حمد لوري حمد برونشتاد ولوري اما لو قاعدة برونشتاد ولوري هي المادة التي تستقبل الاتش الموجب هي المادة اللي بتستقبل الاتش الموجب طب لو مادة استقبلت زوج الالكترونات هي تعتبر ايه حمد لويس يبدأ تفسير لويس اما المادة التي تعطي تمنح زوج من الالكترونات ده حمد ولا قاعدة لا قاعدة لويس قاعدة ايه لويس يبقى ده التفسير يا جماعة اللي معانا بالنسبة للأحماض والقلويات حسب الثلاث علماء أو الأربع علم عالم أرهنيوس التاني اللي هو برونشتاد ولوري التالت اللي هو لويس بس المجال النهاردة بقى أنا بتكلم معاك على تصنيف الأحماض والقواعد بالتفسير أكتر من الحلقة اللي فاتت بالنسبة للأحماض هقسمها ازاي في أحماض قوية يعني ايه أحماض قوية تامت التأيون يعني ايه تأيون تفكك يعني ايه تفكك يعني تحولها من جزيئات إلى آيونات تتفكك من جزيئات إلى ايه آيونات HCL يتفكك إلى H موجب وCL سالب لو كل الجزيئات تفككت إلى آيونات اسمه التأيون تام طب لو حمد أستيك جزء من الجزيئات يتفكك إلى آيونات يا أستاذ اكتب حاض نكتب سوى تعال نتعلم مع بعض أنا معايا HCL حمد هيدروكلوريد حمد ده حمد قوي حمد HCL ده حمد تام التأيون حمد تام التأيون يعني ايه يعني بيتأين تأيون كامل يعني جميع جزيئات وتتفكك الى ايه ايونات هيدروجين وايونات كلور هنا لو معايا كل الجزيئات دي ما لقيتهاش والقيتها تحولت لأيونات يبقى ده اسمه تأيون تام تأيون ايه شباب تام طالما تأيون تام يعتبر إلكتروليد قوي إلكتروليد قوي يعني يتأين تأيون تام زي ايه تاني زي HI حمد الهايدرو يوديك زي HCL O4 بيروكلوريك زي ايه كمام حمد H2 SO4 حمد كابريتيك ايه تاني زي HNO3 يسألني بقى انا مش عاوز عينك تبعد بينا عن الورقة اللي انا حططها لك دي HI ده مين ده هيدرو يوديك حمد بيروكلوريك حمد كابريتيك حمد نايتريك حمد هيدرو يوديك دي احماض قوية تامت التأيون إلكتروليدات قوية جيدة التوصيل للكهربا يقول لي علل في الامتحام أذكر السبب العلمي حمد الهايدرو يوديك حمد قوي لأنه تام التأيون جيدة التوصيل للكهربا علل حمد الهايدرو يوديك حمد من الأحماض تعتبر إلكتروليد قوي لأنها تامت التأيون يعني إيه تأيون تفكك يعني إيه تأيون تام تفكك جميع الجزيئات إلى أيونات أما لو شفنا مع بعض التأيون غير التام التأيون الضعيف التفكك الضعيف المثال اكتب معي هو خليك معي CH3 COOH حمد أستيك حمد الأستيك ده بيتفكك إلى إيه جماعة هيتفكك في تأيون غير تام ساهم رايح جاي ليه لأن الجزيئات لما بتتفكك إلى أيونات بترجع جزيئات مرة أخرى هللاحظ أنه يطلع منه إيه CH3 COO سالب زائد H موجب طلعت إيه دلوقتي طلعت معاك أنه هو أيون أستيات وإيه كمام وأيون هيدروجين موجب ضحمد ضعيف الأحماض العضوية معظمها ضعيفة معظمها ضعيفة زي إيه حمد الأستيك زي مين كمام HCOOH حمد الفورميك زي حمد إيه C6 H8 O7 حمد ستريك زي إيه كمام حمد اللي هو C2 H2 O4 حمد أكساليك زي إيه داني C3 H6 O3 حمد اللي هو اللي هو يبقى فورميك ستريك الأوكساليك الإيه كمام اللي هو اللي هو اللي هو بالإضافة الحمد الأستيك ده معايا هنا إيه خمس أحماض ضعيفة يعني إيه حمد ضعيف يعني حمد غير قوي والله انت فصلتوا كده أستاذ إيه حمد ضعيف ده حمد ضعيف غير تم التأيل يعني بيتفكك منه بعض الجزيئات إلى أيونات ثم تعود إلى جزيئات يعني غير تم التأيل يعني بعض الجزيئات من الحمد تتفكك إلى أيونات وتعود إلى جزيئات وتعود إلى أيونات إلى جزيئات هنشوف أن فيها حاجة اسمها التزان التزان أيوني هنتعرف عليه بعدين في دراستنا في الكامية بس أنا بقولك دلوقتي أحمد أحمد ضعيفة يعني إلكتروليت ضعيف يعني أحمد غير تم التأيل يعني غير جيدة التوصيل الكهرباء ده 3-4-5 أسئلة عندي اللي هما إيه؟ علل حمد الأستيك حمد ضعيف لأنه غير تم التأيل حمد الأستيك إلكتروليت ضعيف لأنه غير تم التأيل حمد الأستيك غير جيدة التوصيل الكهرباء لأنه غير تم التأيل فيعتبر إلكتروليت إيه؟ ضعيف طب الأحمد الضعيفة زي مين؟ حمد أستيك هذه واحد حمد الفورميك حمد السيتريك حمد الأوكزاليك حمد إيه كمان؟ حمد اللاكتيك في نفس الورقة ده تقسيم تاني للأحمد أنا قسمت معاك من شوية إيه؟ الأحمد القوية والضعيفة بص تاني الأحمد الضعيفة معايا أنا هنا ده حمد أستيك حمد فورميك حمد سيتريك حمد لكتيك حمد أوكزاليك الأحمد دي كلها أحمد عضوية يعني إيه أحمد عضوية؟ يعني أحمد نشأت من أصل عضوي نباتي أو حيواني حمد الأستيك ده جاي ده خل حمد الأستيك ده الخل اللي هو جاي من أصب السكر جاي من أصب السكر عندي إيه كمان؟ حمد السيتريك من اللمون والبرتقان حمد الفورميك جاي من النمل الأحمر اللاكتيك منتجات الألبان أكزاليك كل دي تعتبر أحمد إيه؟ أحمد من الأحمد الإيه العضوية يبقى الأحمد العضوية ذات أصل نباتي أو حيواني أحمد عضوية زي إيه؟ اللي هي الأحمد الضعيفة قلناها اللي هو السيتريك الأوكساليك زي الفورميك زي الأستيك اللي هو الخل زي اللاكتيك اللاكتيك رمزه إيه؟ سي تلاتة إيه تشي ستة أو تلاتة اللاكتيك لكتيك حمد اللي هو لو زاد في جسم الإنسان بيسبب إيه؟ الشد الإيه العضلي نتيجة المجهود الإيه الشاق طبعا إحنا عندنا دي أحمد ضعيفة هرجع للأحمد القوية تاني وأقول أسميها تاني لأنه يحتاجها كحمد إيه بقى؟ معدني أيها الطالب الشاطر اللي مذاكر معايا الأحمد دي تاني نشوفها حمد هيدروكلوريك حمد إيه كمان؟ حمد هيدرويوديك حمد كابريتيك حمد بايروكلوريك حمد نيتريك نزود عليهم كمان H3PO4 حمد فوسفوريك طب مين أقوى؟ HCL ولا الفوسفوريك لأ ده نكتبها لك في ورقة جديدة حمد HCL عندك وحمد الفوسفوريك طب ليه؟ عشان نوريك حاجة مهمة فيها حمد HCL الهايدروكلوريك عبارة عن H1 وCL 1 ده حمد هيدروكلوريك طب H3 PO4 حمد فوسفوريك أرسوفوسفوريك حمد الفوسفوريك ده أضعف من حمد الهايدروكلوريك يا أستاذ ده عنده زرة هيدروجين واحدة وده عنده 3 لا تعتمد قوة الأحماط على عدد زرات الهايدروجين ولكن تعتمد على التأيون التفكك تفككها تتفككت بسرعة تتفككت كل الجزئات الأيونات يبقى الحمد ده حمد إيه؟ قوي يبقى ملاحظة مهمة جدا ناخد بالنا منها إن لا تعتمد قوة الحمد على إيه؟ على عدد زرات الهايدروجين اللي موجودة في المركب طيب كده شفنا الأحماض القوية والضعيفة من ناحية قوتها شفنا إيه كمان الأحماض العضوية فيه تأسيم تاني للأحماض حسب قاعديتها إذا كانت فيها دابت هذه المركبات في المية أو اتأينت أو قدت أنواع معينة من المحليل بس إديت هيدروجين واحد يبقى أحادية القاعدية اتنين هيدروجين سنائية القاعدية تلات هيدروجين سلاسية القاعدية زي مين؟ زي HCL ده حمض أحاد القاعدية يبقى ده حمض معدني في نفس الوقت حمض قوي في نفس الوقت أحاد القاعدية زي حمض HN أسري حمض النيتريك زي حمض HCOH حمض الفورميك يا أستاذ ده عنده كم هيدروجين ده؟ اتنين بس أحاد القاعدية ليه أحاد القاعدية؟ لأنه عندما يتفكك عندما يزوب في الماء عندما يتأين يعطي بروتون واحد يديني أيون هيدروجين واحد زي مين؟ كمان بص المفاجأة بقى CH3 COOH حمض أستيك هنده كم هيدروجين؟ 3 و1 كم؟ 4 لا ده أحاد القاعدية ليه أحاد القاعدية؟ لأنه لما يتفكك بينطلق منه أيون هيدروجين يا جماعة أيون هيدروجين ايه واحد في أحماض صناقية البروتون زي مين؟ زي H2 CO3 حمض كاربونيك وده من الأحماض الضعيفة خلي بالكم زي H2 SO4 حمض الكابريتيك ده صناق القاعدية زي C2 H2 O4 حمض أكساليك حمض أكساليك حمض أكساليك ممكن نكتبه كده ممكن نكتبه زي أولاد C-O-O-H C-O-O-H ده اسمه حمض أكساليك ده هو ده ده حمض أكساليك وده حمض أكساليك ده صناق القاعدية طب ليه ده صناق البريتون ليه صناق القاعدية؟ لأنه يعطي الجزء منه عندي زوابانه في المية بريتون واحد لا ده بيدينا اتنين بريتون ده بيدينا بريتون واحد لكن ده بيدينا اتنين بريتون أحادي البريتون صناق البريتون أحادي القاعدية صناق القاعدية يبقى دلوقتي الأحماض حسب قوتها اللي عندي عرفتها حسب تعيونها الأحماض حسب مصدرها عرفت إذا كانت معدني أو عضوي أحماض حسب البريتون ده احنا شوفنا الأحادي والصناقي تعالوا نشوف السلاسي السلاسي زي مين؟ زي حمض فوسفوريك زي حمض ستريك ده أحماض سلاسية البريتون لأنها عندما تتأين عندما تزوب في الماء تعطي بريتون أو اتنين أو تلاتة يبقى السلاسية القاعدية طب صناقية عندما تتفكك تعطي بريتون أو اتنين طب أحادي تدي بريتون ايه واحد ده بصفة عامة بالنسبة للأحماض بس ما تنساش رمز حمض الفوسفوريك تاني حمض الفوسفوريك عندك رمز ايه حمض سلاسي القاعدية لما بيدوب في الماء لما بيتفكك بيعطي الجزء منه بريتون أو اتنين أو تلاتة في حمض تاني انا اكتبه على جنب كده معاك اللي هو ايه سي ستة اتش تمانية او سبعة عنده كام هاي دولوجين تمانية بس ده السلس القاعدية كربون اتنين تلاتة تلاتة كربون هنا اتش تو وهنا اتش تو تمام هنا معانا او اتش وهنا في كل واحدة من دول في مجموعة كربوكسيل سي او او اتش سي او او اتش سي او او اتش مين ده ايه اللي انت كتبته ده استاذ ده عبارة عن ايه عبارة عن حمض السيتريك سي او اتش سي او اتش سي او اتش عنده تلاتة كربوكسيل لما يتفكك يديني بريتون 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 يعني يديني تلاتة ايون هيدروجين أما هذا المركب اللي هو ده C6H8 و7 اللي هو C6 أدي 2 3 4 5 6 H8 أدي 3 و4 7 و1 8 و7 يبقى أدي 2 4 6 و1 كم 7 ده اسمه إيه ده اسمه حمد الستريك سلاسي القعدية تقسيمة الأحماض تاني عشان نخش على القواعد ونشرحها بالتفصيل احنا شفنا أحماض قوية عاوز أمثلة أرجحها معك أقول معايا تاني أحماض قوية زي مين حمد هيدروكلوريك زي حمد هيدرويوديك حمد بايروكلوريك حمد إيه كمام حمد كابريتيك ينفع حمد قوي حمد نيتريك طب هاتلي أحماض ضعيفة زي حمد الأساتيك زي حمد الفورميك زي حمد الأكساليك ودي أحماض عضوية في أحماض اللي لديها قوية معدنية في عندي أحماض أحدية البريتون زي حمد النيتريك أحماض صنائية القاعدية صنائية البريتون زي حمد الكابريتيك أحماض صليسية زي إيه هم أتنين عندك فوسفوريك وستريك طيب بعد ما شفنا الأحماض وتأسماتها تعال قسم القواعد قواعد في قواعد قوية تامة التأيون زي كي أو إتش هيدروكسيد بوتاسيوم في أحماض إيه كمان أحماض ضعيفة يا أستاذ أحماض ضعيفة وقواعد ضعيفة أيوة أنا عندي القواعد القوية لو كتبتها معاك زي الكي أو إتش هيدروكسيد بوتاسيوم تمام؟ زي الأن أو إتش هيدروكسيد إيه سوديوم يبقى هيدروكسيد بوتاسيوم وهيدروكسيد سوديوم دي تعتبر إيه تعتبر قواعد قوية قواعد قوية كمان فيه عندنا مركب عندنا في منهجنا بي أ أو إتش باي تو هيدروكسيد باريوم هيدروكسيد باريوم هيدروكسيد سوديوم هيدروكسيد إيه بوتاسيوم دي تعتبر قواعد تامة التأيون قواعد قوية قواعد قوية هذه القواعد القوية تامة التأيون توصل الكهرباء تعتبر إلكتروليتات قوية زي الأحماض بالزبط في قواعد ضعيفة زي ميم زي الـ NH4OH ده ليه كذا اسم ده أنا عاوز أسامي تعرفها إيه المركب ده هيدروكسيد أمونيوم هيدروكسيد هيدروكسيد أمونيوم قوي ولا ضعيف بيوصل الكهرباء ولا لا ده قلوي ضعيف وفي نفس الوقت إلكتروليت ضعيف هيدروكسيد الأمونيوم يسمى محلول النشادر محلول النشادر أو أسميه هيدروكسيد أمونيوم يعني دلوقتي احنا اسمنا القلويات والقواعد قلنا اسمناها حسب قوتها قلنا الأكسيد أو الأكسيد اللي هي تعتبر قوية وأكسيد ضعيفة زي الأكسيد الضعيفة زي ما قلنا هيدروكسيد الأمونيوم أو سمناها هيدروكسيد الأمونيوم اللي هو يسمى محلول النشد هنقسم دلوقت القواعد والقلويات على إيه؟ على حسب تركبها الجزائي التركيب الجزائي بتاعه التركيب الجزائي زي إيه؟ زي أكاسيد زي هيدروكسيدات زي الكاربونات الأكاسيد كان مثال نشوفه مع بعض ونكتبه زي أكسيد الحديد أكسيد الحديد عندي اللي هو F-E-O أكسيد حديد لو خدت أكسيد الحديد ده مش هيدوب في الماء بس هيتفاعل مع الحمد كويس فاعله مع الحمد هيكون معاك إيه؟ ملح وإيه كمان ومي هيديني ملح ومي خدت أكسيد الحديد السنائي قلنا عليه من شوية أكسيد حديدوز ممكن نسميه إيه يا جماعة؟ أكسيد حديد سنائي أو أكسيد حديدوز فاعلتم مع H-A مع H-C-L إداني كولوريت حديد السنائي زائد مية حطيت هنا اتنين عشان أوزن المعادلة ده يعتبر أكسيد فلز اتفاعل مع الحمد كويس ملح زائد مية يبقى حمد مع أكسيد فلز مع أكسيد فلز وما لو هيدروكسيد فلز زي الصودة الكوي زي هيدروكسيد الكالسيا ممكن أخذ هيدروكسيد كالسيا C-A-O-H-P-I-2 حد عارف اسمه الثاني؟ أيوة أوعى تنسى اسمه الثاني هنا يعتبر مية جير لو خدت مية الجير هيدروكسيد الكالسيا مع H2SO4 حمد الكابريتيك هيكون معانا إيه؟ هيكون C-A-SO4 كابريتات كالسيا زائد مية معادلة دي علينا؟ أه طبعا حفز لازم نحفظها بس أفهم أنا بعمل فيها إيه؟ أنا فعلت القلوي قلوي مع الحمد كون ملح زائد مية هيدروكسيد كالسيا ده يعتبر هيدروكسيد فلز فعلت هيدروكسيد الفلز مع حمد الكابريتيك كون معايا كابريتات كالسيا ومية قبل منقل للورقة اللي قدامك لازم تعرف ان انت المعادلة لازم تكون متزنة كابريتات كابريتات الهيدروجين هنا 2 وهنا 2 أضرب هنا في 2 عشان أوزن المعادلة وبرضو أبكملها عندك في كتابك في صفحة 62 في كتاب المدرسة هيدروكسيد كالسيا مع حمد الكابريتيك اندهنا كابريتات كالسيا ومية المعادلة كده متزنة تماما ده هيدروكسيد فلز وده هيدروكسيد فلز أما لو شوف ده الكاربونات أو البي كاربونات تعال عملها في البيت هتعرف؟ هتعرف هات شوية كاربونات كاربونات أو إيه؟ دي البي كاربونات حطهم على إيدك شوية صغيرين هتخل نقطتين خلة أو إيه؟ نص إيه؟ لمونة كده وعصوا اللمون اللمون أو الخلة حمد طعمه لازع هتلاقي فيه فوران هتلاقي إيدك كده بيحصل فيه بقليل مع الإيه؟ الكاربونات ويطلع منها غاز ثاني أكسيد الإيه؟ الكاربون يبقى الكاربونات أو البي كاربونات لما تتفاعل مع الحمد بتكون الملح والمية وثاني أكسيد الكاربون الكاربونات هنا تعتبر إيه؟ قلويات اكتب معي المعادلة وفهمها كويس أنا هاخد كاربونات صوديوم كاربونات بوتاسيوم لو خدنا مثلا كي تو سي أو سري اسمها إيه دي؟ كاربونات بوتاسيوم مع الـ الـ مع حمد الهايدروكلوريك كون إيه؟ هيكون معاك كي سي أل أو عدتكون زي وكسل كده؟ لا خليك نشيط كي سي أل زائد إيه؟ زائد مي زائد إيه كمان؟ زائد ثاني أكسيد الكاربون اللي بيحصل فوران وتصاعد غاز ثاني أكسيد الإيه؟ الكاربون كي تو كي تو يبقى أضرب في اتنين عشان توزن المعادلة سي أل لتنين بعد مضربتي دي في اتنين هنا لازم أضربها في اتنين لوزن المعادلة لوزن المعادلات مهم يا جماعة كاربونات بوتاسيوم مع حمد هيدروكلوريك كولولي كولوريد بوتاسيوم ومية وثاني أكسيد الكاربون طب إيه رأيك؟ لو خدت بي كاربونات البوتاسيوم كي أتش سي أو سري بي كابريتات بي كابريتات بي كابريتات البوتاسيوم مع الـ هتكون معاك إيه؟ كي سي أل زائد مية زائد ثاني أكسيد الكاربون بيطلع برضو غاز ثاني أكسيد الكاربون ده ممكن هنا أقولك إيه؟ علل لا يصلح هتش سي أل للتمييز بين الكاربونات والبي كاربونات لأن في الحالتين بيتصاعد عندك غاز إيه؟ ثاني أكسيد الكاربون دي القواعد اللي هي ما بتضبش في المية يبقى سمنا القواعد تقسمتين اللي هو حسب قوتها وحسب إيه؟ تركبها الجزائي حسب قوتها إذا كانت قلويات أو قواعد قوية تامت التأيون إلكتروليت قوي إذا كانت ضعيفة يبقى غير تامت التأيون إلكتروليت ضعيف حسب تركبها الجزائي زي الهيدروكسيدات زي الكاربونات أو البي كاربونات زي أكسيد الفلزات ودي تعتبر قواعد طيب لو القاعدة دي كانت بتضب في المية نسميها قلويات عاوزة فهم السؤال اللي جاي ده علل كل القلويات قواعد وليس كل القواعد قلويات لأن بعض القواعد لا تزوب في المية ولكن تعطي نفس التفاعلات مع الأحماض كأنها قلوي طيب إزاي بكشف عن الأحماض وإن القواعد بكشف عنها إزاي بحاجة اسمها الأدلة دليل دليل زي صبغة عباد الشمس زي مركب اسمه الفينول لفسليم زي مركب يسمى بروموسيمول الأزرق الميسيل البرتقالي كل دي عبارة عن إيه؟ أدلة للكشف عن الأحماض والقلويات والمحليل المتعدلة أيضا البي اتش ده ما جالها جميل قوي البي اتش القس الهيدروجيني الرقم الهيدروجيني القس الهيدروجيني أو الرقم الهيدروجيني يسمى البي اتش مين البي اتش ده؟ القس الهيدروجيني يعني ايه قس الهيدروجيني؟ رقم للتعبير بيدل على نوع الوسط بيتدرج من صفر بدايته صفر لغاية كام؟ لغاية 14 يعني البداية بتاعته من صف الغية 14 ده مين ده البي اتش القس الهايدروجيني اللي هو لو كان 7 يبقى المركب ده متعادل أقل من 7 يبقى المركب حمدي أكتر من 7 يبقى المركب قلوي تاني إذا كان البي اتش البي اتش 7 يبقى المركب متعادل أقل من 7 حمدي يعني 1 حمدي 6 حمدي مين أقوى حمضية 1 يعني كل ما قل في البي اتش كل ما تزداد الحمدي كل ما زود البي اتش كل ما تزداد القلوي يعني مركب البي اتش له 14 يبقى قلوي 7 متعادل 8 قلوي مين أقوى قلوية 8 ولا 14 14 مين أقوى حمضية 1 ولا 6 1 1 ولا 0 يعني كل ما بقل كل ما تزيد الحمدية كل ما بتزيد بتزيد القلوية ما المقصود بالبي اتش البي اتش هو الرقم الهيدروجيني يعني ايه الرقم الهيدروجيني؟ رقم للتعبير للدلالة على نوع الوسط رقم يتراوح من 0 إلى 14 اسمه الوسط الهيدروجيني اسمه الرقم الهيدروجيني اسلوب للتعبير عن الحمضية أو القلوية تعبير عن الحمضية أو القلوية بيتدرج بأرقام من 0 إلى كام 14 ممكن استخدم في شريط رقمي أو جهاز إلكتروني للقياس يعني يقول لي ما هي أجهزة أو طرق الكشف بالبي اتش بالرقم الهيدروجيني إما شريط للقياس أو جهاز إلكتروني للقياس اللي هو الجهاز الرقمي للبي اتش طيب البي اتش قلنا ده عبارة عن ايه أقل من 7 حمض أكتر من 7 قلوي 7 المركب ايه متعادل طيب لو حبينا نتعرف على الأدلة ما هي الأدلة؟ مركبات عضوية ضعيفة لا تؤثر في تفاعلات مع الوسط الموجودة فيه ولكن يظهر لها بعض الألوان المختلفة طيب عاوز أعرفها بتعريفها أقوله بتعريف علمي سليم ايه؟ هي عبارة عن ايه؟ مواد كيميائية يتغير لونها بتغير الوسط هي مواد كيميائية يتغير لونها بتغير الوسط أنا عاوزك تحفظ معي الألوان بتاعة الأربع مركبات أول مركب عندي من الأدلة اسمه الميسيل البرتقالي ميسيل برتقالي بعد كده معنا مين؟ معنا فنول لفسالين معنا صبغة عباد الشمس معنا برومو سيمول الأزرق أسامي حلوة شوية برومو سيمول الأزرق كمان في عندنا عباد الشمس في فنول لفسالين ميسيل برتقالي عاوز أعرف في الوسط الحمدي والقلوي والمتعادل عاوز أعرف ألوانهم في الوسط الحمدي بيبقى لونهم إيه في الوسط القلوي لونهم إيه وهكذا أنا عندي في الوسط الحمدي للميسيل البرتقالي لونه بيكون إيه أحمر في الوسط القلوي لونه إيه أصفر في المتعادل برتقالي لون كويس عشان أنا في بعض الأسئلة أقولها الوقت مثيل برتقالي في الوسط الحمدي أحمر القلوي أصفر المتعادل إيه برتقالي في نول لفسالين بيكون عديم اللون في الحمدي والمتعادل بيكون لونه أحمر وردي في الوسط القلوي هباد الشمس نتحفظها من الابتدائي هنا ده لونه إيه أحمر وأزرق ولون بنفسك جميل بروموسيمول هنا في الوسط الحمدي لونه أصفر في القلوي لونه أزرق في المتعادل لونه أغضر حل أنا عاوز أسأل سؤال كده على طول دي تعتبر إيه أدلة الأدلة دي مركبات عضوية ضعيفة التأثير يتغير لونها بتغير الوسط هي مركبات هذه المركبات يتغير لونها بتغير الوسط زي ما أنت شايف كده الميثيل البتقالي في الوسط الحمدي لونه أحمر وعمبة الشمس في الوسط الحمد لونه أحمر ينفع أخذ حمد أفرق ما بين الميثيل البرتقالي وعمبة الشمس أحمر وأحمر طبعا ما ينفعش أنت أكيد أسكى مني وأنت عارب وأقول إيه يبقى دلوقتي يعلل لا يصلح الحمد لا يصلح الحمد في التمييز بين الميثيل البرتقالي وصابت عباد الشمس في الحالتين يعطي نفس اللون الأحمر علل لا يستخدم الفينولي بسلين في الكشف عن الأحمر لأنه عديم اللون في الوسط الحمدي علل لا يستخدم الوسط القلوي في التمييز بين صبغة عباد الشمس والبروموسيم والأزرق لأنه في الحالتين بيعطي نفس اللون الأزرق الأدلة دي عبارة عن طريقة عبارة عن نقول عليه دليل نقول عليها وسط نقول عليها طريقة للتمييز هي طرق للتمييز عبارة عن أحماض أو قواعب ضعيفة مركبات ضعيفة يتغير لونيها بتغير الوسط يبقى إزاي أنا بكشف عن الأحماض والقواعد بطريقتين إما الأدلة اللي بنسميها الكواشف أو ما يسمى بإيه يا جماعة ما يسمى ب البي اتش أو الرقم الهيدروجين عاوزين نكمل درسنا برضو نتكلم على الأملاح إزاي بتكون الملح الملح ده عبارة عن إيه أنا عاوزك تاخد ذلك أن الملح ده عبارة عن مركب يحتوي أنيون وكاتيون كاتيون وأنيون كاتيون الشق الموجب الأنيون الشق السالي أنا لو معايا حمض هيدروكلوريك HCL لو معايا هيدروكسيد صوديوم NaOH كده معانا إيه؟ معانا حمض وقلون الحمض يحتوي شق موجب اللي هو الهيدروجين اللي هو يعتبر كاتيون وشق سالب يعتبر أنيون القلوي وبارة عن سوديوم شق موجب نسميه كاتيون والهيدروكسيد شق إيه؟ سالب طيب NaCl NaCl ده مين ده؟ ده عبارة عن كلوريد سوديوم كلوريد سوديوم تاني كده ده رمزه NaCl بيتكون من شق الموجب شق الموجب ده كاتيون كاتيون جي منين؟ من القلوي جاي من القلوي تمام؟ وشق سالب يسمى أنيون ده جاي من الحمد يبقى الملح مما يتكون الملح؟ الملح بيتكون من إيه؟ كاتيون قلوي وأنيون حمد أنيون وكاتيون كاتيون وآنيون كاتيون من القلوي أنيون من الحمد ده تركيبة الملح يبقى الملح عبارة عن أحد أنواع مركبات مهمة في حياتنا موجود كتير جدا منه في القشة الأرضية هذا المركب موجود في مية البحر مترصب في القاعة موجود في مركبات كتيرة جدا أقدر أستخلصه بطرق معينة لما نشوف كده مع بعض الأملاح كتيرة جدا الملح مهم جدا في حياتنا الملح ده موجود في كل حاجة في حياتنا الملح ده موجود فيه في رواسب البحار والمحيطات والبحيرات موجود فيه خامات كتيرة جدا طب بنستخدمه في إيه ليه استخدامات في حياتنا كتيرة طب الملح مما يتكون الملح من كاتيون وأنيون أنيون وكاتيون كاتيون جاي منين الكاتيون جاي معنا من الحمد لا أه كاتيون جاي من القلو والأنيون جاي منين من الحمد طب طرق تكوين الأملاح بتكون إزاي أنت حافظ معايا تفاعل التعادل حمد وقلو يكون ملح وإيه ومي خد فلز مع حمد يكون ملح مع انطلاق غاز الهيدروجين خد أكسيد فلز مع حمد يكون ملح الحمد زائد مية تفاعل التعادل قلونا حمد وقلو يدي ملح وإيه ومية نتعرف مع بعض على اللي أنا قلته ده في صورة معادلات مقررة عليك طرق تكوين الأملاح أول طريقة اللي هو فلز ناشط هاخد فلز ناشط مع مين يا أولاد مع الحمد فلز وحمد كون معنا ملح الحمد زائد هيدروجين فلز ناشط زائد حمد إداني إداني إيه ملح الحمد زائد هيدروجين خد خرصين مع H2 SO4 حمد كابريتيك هيكون معاك زائد من SO4 زائد H2 انطلق غاز الهيدروجين كون لي ملح الحمد اللي هو كابريتات الخرصين يبقى لكده فعلت فلز ناشط هكتبها لك بالراحة كده فلز ناشط طرد الهيدروجين ده حمد يبقى فلز مع حمد كون ملح الحمد مع انطلاغ غاز مين الهيدروجين اللي بكشف عنه بتقريب شزية مشتعلة فإيه اللي بيحصل بيشتعل مع إيه فرقا يبقى شفنا أول طريقة أولاد لتحضير الأملاح اللي هو الفلز مع مين مع فلز ناشط مع الحمد الداني ملح الحمد زائد انطلاغ غاز الهيدروجين التانية لو خدت أكسيد فلز احنا خدنا أكسيد فلز من شوية أكسيد الحديد ناخد أكسيد النحاس أكسيد النحاس سي يو او هاخده مع حمد كابريتيك مع اتش تو اس او فور هيكون إيه معنا كون معايا سي يو اس او فور زائد مي كونت ملح زائد مي يبقى أنا خدت ايه أكسيد فلز فعلته مع الحمد اكسيد فلز مع الحمد هيكون ايه ملح الحمد زائد مي لكن لو ما أخدت من شوية فلز زائد الحمد اداني ملح الحمد زائد هيدروجين هاللي بقى لك لو فلز بس اداني هيدروجين لو اكسيد فلز اداني مي عشان اسئلة الاختيارات اللي احنا ان شاء الله هنعمل لك بنك اسئلة جميل في الحصص المحاضات اللي جاية هنتعلم فيها ازاي نجاوب الاسئلة دي كويس قوي شوفنا كده تكوين الاملاح قلنا ايه فلز ناشط مع الحمد كون ملح الحمد وهيدروجين خدنا اكسيد فلز مع الحمد كون ايه اقول انت بقى ملح الحمد زائد عاوز اسمح زائد مية لما يكون اكسيد اما لو خدت نفسه القلو مع الحمد لو قلو حمد يدي ملح ايه ومية تتفاعل هيدروكسيد فلز مع الحمد هيدروكسيد فلز زي مين زي ن او هيدروكسيد سوديو مع اتش سي ال هيكون ايه عندك ن اي سي ال زائد مية معادلات كل اللي كتبتوا النهاردة ده مقرر عليك للحفظ تحفظه كويس ده قلوي هيدروكسيد فلز هيدروكسيد فلز زائد خدت هيدروكسيد فلز زائد الحمد كون معنا ملح الحمد زائد المي يبقى انا عندي تلات طرق لتكوين الاملاه تلات طرق لتكوين الاملاه رقم واحد فلز نشط مع الحمد ملح الحمد وانطلق غاز الهايدرو��جين خدت اكسيد فلز مع الحمد رح مطلع ملح الحمض زائد مية خدت هيدروكسيد الفلز مع الحمض كون ملح مع مية وده يسمى تفاعل التعادل من ضمن التفاعلات المهمة جدا لسه فاضل طريقة تاني لتحضير الأملاح بناخد كربونات أو البي كربونات كربونات مع البي كربونات كربونات أو البي كربونات مع الحمض يكون ملح الحمض زائد مية زائد سانيوكسيد كربون لو خدت معاك دلوقتي NA2CO3 مين ده؟ كربونات سوديوم خدت مع الHCL مع حمض الهيدروكولوريك هيكون معنا ايه؟ كربونات سوديوم وHCL هيكون معاك NaCl كولوريت سوديوم زائد مية زائد سانيوكسيد كربون طالب بسرعة يقول لي أستاذ اوزن المعادلة حاضر يا سيدي اوزن المعادلة اوزن المعادلة معاي يلا السوديوم خرجه بواحد دخلها باثنين اضربه في اثنين يبقى الكولورا نضربته في اثنين هاضرب هنا في اثنين المعادلة توزنت كده كربونات سوديوم مع HCL كون ملح ومية وسانيوكسيد كربون يبقى الطريقة الرابعة ان انا لو خدت ايه اقول تاني كده بالراحة الاربع طرق بس الطريقة الرابعة عندي لو خدنا الكربونات او البي كربونات مع الحمد كون معانا على طول ملح الحمد ومية وسانيوكسيد الكربون يبقى دلوقتي طرق تحضير الاملح كم طريقة ايوه اربع طرق الطريقة الاولى رقم واحد فلز ناشط مع الحمد ملح الحمد وهيدروجين الطريقة التانية اكسيد فلز مع الحمد يداني ملح الحمد مع كمية من المية تبخدت هيدروكسيد فلز تفاعل التعادل مع الحمد يداني ملح ومية خد كربونات او بي كربونات مع الحمد كون ملح الحمد ومية وانطلق غاز ثاني اكسيد الكربون فضل الجزء صغير عندنا في الدرس النهاردة عشان لو فيه وقت معنا نقول بعض الأسئلة المهمة الجزء ده اللي هو المحليل المائية للأملاح لو محلول ماء للملح نفسه يطرى البيتش بتاعته بتبقى كام؟ ايه ده؟ ده ملح يعني متعادل طب لو ما تدوبه في المية لو خدت مثلا مركب كولوريد الأمونيوم كولوريد الأمونيوم NH4CL ده مركب كولوريد الأمونيوم كولوريد الأمونيوم ده لما اتكلم عليه ده محلول ملحي يعني ايه؟ خدت مركب كولوريد الأمونيوم دوبته في المية اول ما دوبه في المية يكون شقين هيكون شق حمضي قوي اللي هو HCL ويكون شق قوي ضعيف اللي هو NH4OH شفتوا أنا كتبتها ازاي؟ اه ما ده ده مهم المناك بعد كده اللي هو ايه؟ إن أنا عملت التميق التميق ده عكس التعادل يعني ايه؟ يعني باخد الملح هدوبه في المية يكون حمض وقلوي هيكون معي ايه؟ حمض وقلوي طلع لي شق حمضي بس قوي وشق قلوي بس ضعيف هنا الضعيف من H4OH القوي طلعت ايونات طالما حمضي قوي يبقى بيتأيم تأيم تام طلعت ايونات يبقى في الحالة دي المركب ده بتظهر فيه الصفة الحمدية يعني المحلول ده تأثيره حمضي طالما تأثيره حمضي يعني البي اتش بتاعته اصغر من سبعة تاني كولوريد الامونيوم تأثيره ايه؟ حمضي التأثير يعني البي اتش اصغر من سبعة علل إنه عندما يزوب في الماء يكون شق حمضي قوي وشق قلوي ضعيف طيب ده بالنسبة لكلوريد الامونيوم تأثيره حمضي كلوريد الامونيوم تأثيره ايونات؟ حمضي هنكمل مع بعض ونعرف كلوريد الامونيوم تأثيره حمضي يعني البي اتش اقل من سبعة يعني المركب ده يتكون من شقين شق حمضي قوي وشق قلوي ضعيف قبل لو كتبنا كربونات السوديوم كربونات السوديوم ايه؟ المركب ده تأثيره قلوي ولو قلوي يبقى بيتكون من شقين اللي هو المحلول الملحي ليه محلول الملحي نفسه بيتكون من شق ايه حمض ضعيف والشق الاخر يعتبر قلوي ايه قوي يتكون من شقين حمض ضعيفه قلوي قوي يبقى قلوي يعني البي اتش اكبر من سبعة يبقى البي اتش اكبر من سبعة يبقى المركب ده تأثيره قلوي يبقى المركب ده بيتكون من شق حمض ضعيف وشق قلوي ايه قوي بعد كربونات السوديوم في عندي مركبات متعدلة زي ملح الطعام البي اتش بتسوي سبعة زي مركب أسيتات الأمونيوم تعرف تكتب رمزه؟ نكتبه سوا؟ طب يلا ها أسيتات أمونيوم أسيتات أمونيوم سي اتش سري سي او او ان اتش فو ده مركب اسمه أسيتات الأمونيوم أسيتات الأمونيوم اللي عندي ده ده يعتبر مركب متعدل التأثير ليه؟ لانه بيتكون من شق قلوي ضعيف وشق حمض ضعيف في عندي ن اي سي ال ده متعدل يعني الاتنين دول مركبات محللها متعدلة يعني البي اتش بيساوي سبعة طالب دلوقت بيفكر بيقول لي أستاذ انت بتقول لي شق حمض قوي وشق قلوي ضعيف شق حمض ضعيف وقلوي أعرفهم ازاي؟ اه حتة بقى مهمة اتعلمها معايا كويس ازاي؟ في عملية زوبان الأملاح في المية نعرف منها شق الحمض القوي والقلوي الضعيف ده بالنسبة للتميق فقط اللي أنا هكتبه معاك دلوقتي اللي هو ايه؟ زوبان الملح في المية نعرفه أنا عندي أحماض في عملية زوبانها في المية قوية جدا 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 زي اتش سي ال يعني كلمة كولوريد موجودة معاك زي اتش انو اسري يعني كلمة نيترات موجودة معاك زي ايه كمام؟ زي اتش تو اس او فور يعني كلمة كابريتات موجودة معاك يبقى فيه كابريتات فيه نيترات فيه كولوريد لما تلاقي اي واحدة من دول يبقى الشكل الحمضي ده قاوي 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 اي حاجة تاني ضعيف القلويات الضعيفة سي السوديو القلويات القوية قوية سوديوم بوتازيوم كالسيوم يعني ما اقولك كولوريد ده سوديوم يبقى ده قاوي وقاوي متعادل طب كولوريد حديد الكولوريد ده موجود الحديد مش موجود يبقى الشكل الحمضي قاوي يبقى القلوي ضعيف يبقى حمضي يعني انا مثلا لو حبيت اكتب لك بعض الامثلة معاك عشان تعرفها احنا قلنا كولوريد امونيوم حمضي NH4 CL ده اسمه كولوريد ايه امونيوم تأثيره بيكون ايه يا جماعة حمضي اهو نكتب سوا NH4 CL تأثير حمضي زي FE CL2 كولوريد حديد تأثيره حمضي لما اقولك مثلا CUCL2 تأثيره حمضي كولوريد 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 الشكل الحمضي قوي الشكل القلوي ضعيف لما نقول كده ايه نطرات بوتاسيام ك N3 متعادل لما اقولك نطرات سوديوم ان ايه N3 متعادل لما اقولك نطرات كالسيام C A N3 باي 2 متعادل شكل قوي 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 يبقى الشكوك هنا كانت ايه قوية تدي ايه محليل قوية معانا بالنسبة للمحليل اللي موجودة عندنا يبقى الملح اساسا اي ملح بيتكون من كاتيون قلوي وانيون لحمد وطبعا عرفنا المحليل المائية للاملاح ازاي بسمي الاملاح نطرات بوتاسيام ك جاي من القلوي النطرات جاي من الحمد يبقى ببدأ بالشكل الحمدي ثم الشكل القلوي ترسل احماض والقلويات كتير يهمني فيه اتعلم احفظ رموز كويس قوي في بداية الحلقة بتاعتنا النهاردة قلنا صودة كوية صودة خبيز صودة غسيل فاكر رموزه صودة الكوية اسمها العلم ايه ايوه هيدروكسيد الصوديوم NAOH اما الصودة الخبيز اسمها بي كربونات الصوديوم بي كربونات صوديوم NAH CO3 صودة غسيل صودة الغسيل اللي هي كربونات الصوديوم المتهدرة المتبلرة المتميعة بص انا بقولها بتالت اسامي متميعة يعني تمتص بخاري المية من الجو متبلرة يعني فيها بلورات مائية متميعة متبلرة عندي كربونات الصوديوم المتهدرتة NA2CO3 معها عشر جزيئات ايه مية يبقى انا عندي الصودة الكوية غير صودة الغسيل غير صودة الخبيز كل واحد اللي لازم اعرف اسمها كويس طيب عندي ازاي بوز المعادلة يا استاذ ده احنا كل حصة بنقولها ايوة وبعدها تالي وتالت ورابع وعاشر اتعلمها اتأسس عشان تطلع لسانة وعام تبقى فهم احنا بنقول ايه وبنشتغل ازاي لو خدنا مثال مهم جدا زي اكسيد الالمونيوم AL 2 و 3 انا بقولك مهم ليه ان انت لو تعلمت توزن معايا صحة المعادلة دي ان شاء الله مش هتغلط في اي مسألة تاني في وزن المعادلات كويس AL 2 و 3 هاخدها مع HCL هيكون معانا ايه هيكون AL CL3 زائد مي زي ما انت شايفين المعادلة كده مش متازلة حاوز اوزنها معايا AL 2 و AL 1 حط 2 تحت لا لما اوزن ايه انت حفظت لانا بقول لما اوزن اوزن بره حط 2 بره خلاص يبقى انا ضربت هنا في 2 وزنت بره 2 بس الاتنين دي ضربتها في المركب كله بيت 2 الامونيوم 2 الامونيوم كلور 3 في 2 بال6 طب الكلور دي واحدة اضرب ده في 6 يبقى هنا ضربت في 6 يبقى انا خليت الكلور 6 طب الهايدروجين 6 طب الهايدروجين هنا كام اتنين اضرب في 3 كده وزنت الهايدروجين اتنين في 3 بكام ب6 طب الاكسجين هنا بكام بتلاتة الاكسجين هنا بكام بتلاتة كده وزنت المعادلة طب بنوزن المعادلة ليه لان المادة لا تفنى ولا تساعد اسمان عدم بوزن المعادلة ليه لتطبيق قانون بقاء الكتلة بقاء المادة نتعلم معادلة تاني وثالث ورابع وكل ما تتدرب على وزد المعادلات كل ما تفرق معك أنا مثلا خد مركب زي نيتريد ليسيوم Li3N نيتريد داوبته في مية H2O خلاص هنكون مع بعض LiOH نيتريد ومية يبقى لازم نشادر احفظ كده اي نيتريد داوبه في مية يطلع معاك نشادر لاحظ معايا ليسيوم 3 الليسيوم هنا 1 هعمل ايه نيتريد ليسيوم ومية طلعتها هيدروكسيد ليسيوم وغاز ايه النشادر يبقى انا هضرب ديه في 3 يبقى انا ضربت الليسيوم في 3 طب الاكسوجين على طول عيني راحت عليه بي 3 هنا 1 اضرب ديه في 3 كده 2 في 3 ب6 يبقى الهيدروجين لازم يكون 6 ادي 3 هيدروجين و3 زرّة نيتروجين زرّة نيتروجين يبقى انا وزنت ايه المعادلة مع كتر ما تحل تدريبات لوزن المعادلات مش هتتعب في المعادلات خالص يعني احنا بنقول ايه نخلي بالنا من المعادلات كويس مع وزنها طبعا كل حسنا انت ملاحظ ان انا بعيد معاك وزن المعادلات يارب تكون استفدتوا مني النهاردة ان شاء الله يارب بالتوفيق لكم جميعا نشوفكم على خير بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة